لا رب يا شباب لا رب يا زلالي لا رب يا زلالي ولاو يا عيب لا رب يا زلالي لا رب يا زلالي لا رب يا زلالي يبدو أن ثمة من ضاق ذرعا بالحراك المدني بعدما استحكمت القوى الأمنية بالمتظاهرين جاء دور أزلام السلطة الأربعاء الماضي برازت وجوه جديدة تعرضت بالضرب والاعتداء على المتظاهرين بذريعة الإساءة إلى زعيمهم السياسي هذا الشاب الدمث هو علي حمود وكان من أبرز الوجوه التي اعتدت على المضربين عن الطعام قرب مبنى وزارة البيئة وأمام أعيني قوى الأمن من بين المعتدين أيضا شخص آخر لم يلمع في اعتداء وزارة البيئة فلمع في الاعتداء على المتظاهرين يوم الأحد الشاب هذا يدعى حسين حمود ويلقب بحسين زيتون وحسين هو ابن شقيق علي حمود عمل والده المدعو علي زيتون مرافقا لأحدى الشخصيات المقربة إلى الرئيس نبيه بره وأقصي من مهماته نظرا إلى سجله الحافلي بالتعديات كما تقول المعلومات أيضا أن المدعوين علي حمود وحسين حمود مفصولان من تنظيم حركة أمل أيضا بعد سطوع نجمهما في الاعتداء في التحركين أقدمت مجموعات الحراك على تقديم إخبار في قصر العدل ضد الشابين نحن اليوم نتقدم بإخبار لنياب العامة الاستئنافية حتى تحيل الملف للمرجع المختص وتم توقيفهم ونحن ندعي كل الناس أن يتظاهروا معنا وينزلوا معنا وما يخافوا من حدا نحن نتظاهر بدون شعارات طائفية حاملين العامة اللبنانية لحماية الجميع وعن نقوم بدورنا حتى نقدر نحمي هذا الحراك نحن ملزمين بحماية هذا الحراك ونكون بالخطوات اللازمة هذا الإخبار على النياب العامة الاستئنافية في بيروت أن تحيلوا مبدئيا إلى تحري بيروت ومن ثم يستدعى هؤلاء هؤلاء الأشخاص معروفين لهم سوابق قضائية يعني اليوم محل إقامتهم أرقام تليفونيتهم واضحة وطلب في الإخبار استجواب كل الأشخاص الذين يظهروا التحقيق وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص حتى ينالوا العقوبات التي يستحقون